اختيالات المتعددة التي تجري هنا وهناك وهذا ليس بالأمر الجديد منذ سنوات مشاهد بأنه عمليات اختيالات هذا يعني يؤكد بالملف الأمني الهش ما بين قوسيا في العراق وبالتحديد في بغداد لذلك أنا أعتقد ما شاهدناه اليوم أو يوم أمس حول اختيال أم فهد كان أمر متوقع وهي يعني لا يختلف عليه اثنان بأن هناك عمليات أو تصفية حسابات حزبية بين حين وآخر تشهد في العراق لذلك اختيالات التي شاهدناها هي أمر متوقع لذلك أنا أعتقد الأيام القادمة سنشهد بالتحديد في عام 2024 سنشهد تصعيد أمني غير مسبوق واختيالات متعددة هنا وهناك وقد تكون تصفيات حزبية يعني تابعة للقوى السياسية سنشهدها في عام 2024 وهذا أمر مؤكد لكن لماذا الحكومة لم تردع الجهات التي تقوم بهكذا عمليات اختيال يعني أنا أعتقد بأنه الأمر هي الجهات هي الملف الأمني يعني مسيطرة عليه من قبل جهات سياسية وينبغي على الحكومة العراقية أن تبعد وزارة الدفاع ووزارة الداخلية الملف الأمني عن التسويات السياسية بالكامل لكن مع كل الأسف ما نشاهده الآن بأن حتى الملف الأمني أصبح ملف للتسوية السياسية مما جعله أن يكون الملف الأمني ما بين قوسيا هش بسبب سيطرة القوى السياسية والحزبية على جميع مفاصل الحكومية وبالتحديد الملف الأمني